قالت مصادر ميدانية أن المعرفة بين القوات الحكومية وقوات الجيش الانتقالي تجددت على خطوط التماس بين مدينتي الشقرة والزنجبار في أبيان ووفقاً للمصادر فإن موقعي الطرية والشيخ سالم شرق زنجبار يشهدان مواجهة عن عنفة عقب شن قوات المجلس الانتقالي قصفاً مدفعياً استهدفت من خلاله مواقع تابعة للقوات الحكومية ولمرات عديدة فشلت اللجنة العسكرية السعودية المكلفة بالإشراف على إعادة تموضع قوات ووقف القتال بين الطرفين أبياً بموجب اتفاق الرياض ويأتي هذا التصعيد بعد أن هدد قيادي في المجلس الانتقالي باتخاذ خطوات أكبر من قرار الإدارة الذاتية في حال عرق لتشكيل الحكومة الجديدة وقال القيادي قاسم عسكر في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن لديهم خيارات أكبر من قرار الإدارة الذاتية ترجمة نانسي قنقر